اشتغل في الرنجا ولا اشتغل في السمك واندردش مع بعض بقى ماشي اوكي السؤال ازيك اجيبلك سكينة اهيت اتفضل مكان حضرتك ان هوت عشان هنا ايه ايوه هو ده المخرج عايز المكان ده ماشي واحنا مع بعض كده ايش اتفضل لي فضل اتفضل السؤال اللي دايما بنسأله السادة المشاهدين وضيوفنا اللي بيجوا اللي بيشرفونا في البرنامج بنتعزم ولا بنعزم الدكتورة دينا فكري بتعزم في اول الشهر الكريم ولا بتتعزم لا في اول الشهر لازم ان انا اروح برسعيد عند بابا حلم ونفطر معي خصوصا بعد يعني ده ده تقليد عندنا ان احنا لازم نفطر مع العيلة كلها التسافل برسعيد اه وطبعا العادات والتقاليد بتاعت برسعيد حضرتك عارف البطة البطة والملوخية اه والبطاطس اه لا اول يوم في رمضان لما بيجي رمضان يعني ويجي عارفين بك رمضان انا عارف انك هتلاعها الصفرة واحد اتنين تلاتة مين ايه هل ملوخية زكرا عادة محاشي سمك بما ان كنت بنت برسعيد وهكذا لا اول يوم معروف في برسعيد البطة البطة اه البطة لازم يعني اول يوم بقى ان الطريقة بقى يتعامل البطة لازم بالمرتة وهي على فكرة ما اسمهاش مرتة عشان المرتة اللي هي بتاعت السمنة اه مظبوط لكن هي اسمها المرتة اه وبتتعامل المرتة اللي هي ايه يا دكتورة اللي هي البصلة بقى حال بصلة متقرمشة متقرمشة ومش بضربها يعني ما بخليهاش نعمة لازم تبقى خشنة حال وبحط عليها البهارات حال وبتبلها بيدي كويس جدا يعني لازم ادعك الخليط كويس جدا حال وبعدين بعد كده اه زي ما قلت لحضرتك قبل كل اللي انا بعمله ده لازم اكون بعمل محلول النقعة للبطة حال اللي انا قلت عليه في الاول علشان اضمن ان البطة يعني يكونش فيها زفارة او بالزبط كده حال وبعدين بعد كده اه بشوح البطة في اه اه تمستيكا وحباهان حال وبعدين بحشيها بقى ويقفلها ولما بتستوي بقى في المية والبصل لو بحط لها البهارات بتاعتها اه وحضرتك بتشرح الطريقة متمكنة يعني عارفة يعني طريقة تشرح نفسها بتقولي انك انت عملتها اكتر من مرة على طول اه يعني مش حافظة زي ما بقولوا وأنا يشاف القخت الكبيرة القخت كبيرة في العيلة اه وأنا كمان عندي مشكلة ان انا لما نكون في المطبخ ما بحباش حد يدخل معي المطبخ خالص ولا يساعدك ولا يساعدني ولا اولادك ولا يحرك حاجة من مكانها اي فعندي مشكلة اي في النقطة دي يعني حد مثلا حبي يساعدك ويقف مثلا في عزومة لا يساعدني ان هو ما يبقاش معي ما يدخلش المطبخ دي مساعدتك لي ان كده متبقاش حشري بالزبت بالضبط كده هوا ما يبقاش معين طيب أنا بعمل دلوقتي الصيادية بتاعة السمك البلطي بحطت بصلية على النار بتابلها بشوي أنا عايزة بصل بصل ده مطبخك والتي مش عايزة أنا أجيبه لحضرتك شوية كمون شوية كوزبرة شوية بابريكا الخلطة بتاعة الصيادية ملح وفلفل يا راكة الكورة أساساً للصيادية مهمة جداً الملح والفلفل والكمون طبعاً فيه نفس كتير بتحط بقى الكوزبرة والكوركم بس أساسي فيها الملح والفلفل والكمون دول أساسي مع السمك وبحب جداً طبعاً حبهان المستكة يعني أساسي جداً في الكورة مع السيفوت حالو كمان جميل في سلطة الطحينة لازم يبقى فيه مثلاً بحب جداً أكثر من البصل يا شف البصل الأخدر أو الكورات ده جميل البصل الأخدر في الأكل كمان بيفيدي مع الرينجة يعني طعم طحفة الدكتورة دينا بيتميل أكتر للأكل الشرقي وللأكل الغربي يعني مثلاً هي من هوات الأكلات الشرقية والتقليدية بتاعتنا ملوخية بقى والصيادية والكشك والحاجات دي ولا تميل بقى للويت سوس والسلسلسلسلسة بس أنا دايماً بميل للأكلات اللي هي الخفيفة علشان شغلنا والدايت وكده فبحب دايماً المشويات أو الخضار أو الأسماك المشوية أو الجنبري المشوي الحاجات اللي هي بس طبعاً بعمل كل حاجة علشاء خطر البيت يعني يعني حسب بهم حابين أنت بتقرد وتتعيش مش بتميلي أول للأكل الغربي بما أنك أنت بنت بورسعيد بقى بميط طبعاً والأجالب متواجدين دايماً حدكم هي دي دي نقطة مهمة جداً أن احنا أساساً يعني أنا وانا في بورسعيد صغيرة كان فيه كمية جاليات أجنبية بقى فرانسيين وطلائنا ويونانيين ومن أبرس وكانت مدرستي بتاعة المات اللي هو الحساب كانت يونانية فكانت ممتي بتيجي معايا الدرس وبعد من خلص الدرس تقعد بقى إيه مع المدرسة تعرف منها الأكلات الشهيرة اليونانية وتضيفها برضو في الأجندة بتاعتها وتسجلها وتسجلها فكان فيه دايماً طبعاً عندهم حاجات مشهورة جداً غير السلطات طبعاً هم أكلهم على فكرة يا شوف قريب قوي من الأكل المصري طبعاً الأكل المصري ده هو القاعدة الأساسية وعليم يتركب كل الأكلات التالية عندهم المساقع وعندهم ورق العنب وعندهم السلطات بالزاتون وكمان هم متميزين قوي بالبسكوية اللي هو مثلاً بسكوت بالعسل أو بسكوت باللوز مثلاً وكان رحمة الله عليها يعني كبت حبتها من اللينا كده حاجة كده اسمها جلاتكو بوريكو دي عبارة يا شوف عن الجليش حال اللي احنا بنعمله بس بيتحط عليه بيض وبانيليا وطريقتها ايه اه اه وحاجة لطيفة وحاجة لطيفة واضح إن ماما رحمة الله عليك الشاطرة جداً في المطبخ يا دكتورة دينا جداً كانت بتهتم جداً بالمطبخ حال وطالع عليها طبعاً دكتورة دينا فكري أستاذة كمان في الجامعة وأستاذة في المطبخ لأن العين تبركزها خلينا مع الأستاذ اه العين مهم جداً يا حنونة وانتي عارفة كده معي اه اه انت بركزها في الرنجة قوي على فكرة اه اه انت شوف انا عايزك تعبلي تبديعي فيها بطريقتك معاك رنجة معاك فلفل ملون معاك بصل وجرجير مرسي يا حنونة حبيبتي ثابتنا خلاص اه مرسي يا حنونة اه مرسي يا حنونة بس اي عايز تشوف الرنجة دي هتغرفيها ازاي اه هي مستنية انا عادفة انها مستنياني دايماً دايماً بتستنى انا بعمل ايه طيب بنا خليكم البعض دايماً يا ربنا خليك اتعزمتي في اول الشهر ولا ما اتعزمتش بسا لا اتعزمت بس دايماً انا بحب اعزم تحب تعزمي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل فعلاً طبق الصلطة في لمسة فنية جمالية تنسيقية لما انك منسيق تظهور عندك لمسة فنية في غرف الاطباق وتهتمي بالبرزنتيشن وبحب الالوان دكتوراه في كل حاجة